ضرب الحوثيون عرض الحائط بستة قرارات أممية ليس أولها القرار 22 و 16 لذا فإن رفضهم لما دون قرارات مجلس الأمن سيكون تحصيل حاصل في سلسلة لا مبالاة الحوثية المعتادة كان المبعوث الأممي مارتين جريفث قد قال في جلسة لمجلس الأمن قبل نحو 23 يوما أن الحوثيين سينسحبون خلال ساعات من ميناء الحديدة وأنهم متعاونون لتنفيذ ما اتفق عليه في استوكولم إلا أنه اليوم بات يدفع ثمن تدليله المبالغ به للميليشيات الإنقلابية التي وجهت له صفعة بتغريدات لرئيس وفد تفاوض الحوثي محمد عبد السلام ظاهرها الرد على تصريحات جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني بالقول إن جريفث كما يبدو ليس مبعوثاً لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثاً إنجليزياً يمثل بريطانيا موقف حوثي متصلب بني على تفسيرهم الخاص لاتفاق السويد نسف به مقترحاً جديداً من جريفث بتسليم إدارة الميناء لطرف محايد معتبرين هذا الطرح كذباً وخداعاً ومغالطة حد وصفهم من جهتها لا تزال الحكومة اليمنية تطالب المبعوث الأممي بالوضوح في تسمية الطرف المعرقل ليعرف العالم حقيقة ما يجريه وطبيعة التعنت الحوثي الذي أوصل المفاوضات إلى طريق النسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر